ما دنبي يا أمي ما دنبي أمي أنني أقسمت يوما أن أحقق حلمك هل كان دنبك أم كان دنبي حين تمنيت أنت أكون الشرفة التي تطلين منها على أحلامك أنت أقسم ما كان دنبي ولا دنبك بل هو ظلم من جعل ذاكرتي تخونني بعدم الانتماء بشيء عندما أصبح لقب تكسوري معطل مقترنا بإسمي تكسوري معطل يا أمي عبد الرحيم قصباوي عضو تنسيقية كثيرة المعطلين بالمغرب فهذه الندوة جاءت في سياق المعركة النضالية السعيدية التي تخذها التنسيقية لليوم الثامن على التوالي وهي معركة الأمعاء الفارغة لإضراب عن الطعام المفتوح فجئنا اليوم في هذه الندوة الحقوقية مع الأساتذة المشكورين الأساتذة الحقوقيين أولا للتعريف بمصار ومستوى القضية للعطالة بالمغرب خاصة في صفوف خيرة أبناء الشعب ذاكاتيرا المعطلين ثانيا لإيصال الرسالة والتعريف بالوضع الصحي للإخوان والأخوات المضربين عن الطعام لرأي العام الدولي والوطني لأن الوضعية أصبحت صعبة جدا اليوم الثامن على التوالي والإخوان دون مأكل عدنا حالة متعددة دي الإغماءات اليوم حالة في هذه اللحظة الحالة التاسعة واللي هي دكتورة الحالة الثالثة دي الإغماء ديالها اللي تنقلت فيها المستشفى وطبيعة الحال المعركة لازالت مستمرة الجهات المعنية دي رسالة لها أنها تأخذ الميلف بجدية لأنها ما زال ما تفعلتش معنا لحد الآن ما زال ما تلقيناش حتى التواصل ديالهم معنا بش يخدوا الميلف ديالنا بعين الاعتبار كان نشدوا من هذه الجهة منشد دائما كان نشدوها الجلالة الملك نصر الله أنه يخد الميلف ويدخل فيه بيدو لأنه هذا التدخل سيفيد أبناء الشعب ديالنا الشعب المغربي وطبيعة الحال سيفيد كما قلت في المداخلة قبل قليل سيفيد البلاد المساهمة أكيد لأن دكتور لما كيوصل أعلى مستوى من تحصيل العلمي وتخدمه فهو بطبيعة الحال كتضمن له الكرامة وديمنيا كتضمن دولة كتضمن رأسها استفادة منها الدكتور وشكرا جزيلا لكل منابر الإعلامية المساهمة تتبو علمي الف ديالنا صدق سناء حاملة لشهادة الدكتورة العلمية وتقنية كما من العديد من الزملاء ديالي للعدد ديالهم كيتجاوز 52 دكتور هم اليوم جاءوا فقط من أجل تعريف بأن الأصدقاء ديالهم هم بحالة حريجة حاليا غيحنا ودابا كانوا كاملاز 5 دقيق كان أنهم اخضوا واحد دكتورة للمرة الثانية هالدكتورة غير التعريف لرأي الان بلا هالدكتورة هذي عندها بنت وولد هالدكتورة هذي أم وش في نظركم هذي أم شونه نقل الأطفال ذيالها هذي المعاناة وفضل ذيل هذي المعاناة هذي المعاناة ماشي فقط معاناة ديالدكتور معطل هذه المعاناة هي معاناة دي العائلات ودية الأوسع دي العائلات اللي يخسروا الولادهم باش يقرعوهم كي اللي جاع كي اللي تكرفص باش يوصل الولادوز هاد النهار ولكن للأسف من بعد ما اخضى هاد الشهادة كي تواجه بأن هاد الشهادة ما غاديش نقول الدولة المغربية ولكن غا نقول للمسؤولين المغاربة مسؤولين المغاربة كي يعتبروها بحل اللي راه مادر حتى شي حانو بحل كينش وحدين منهم تيقول لك لا نقصهم كفاءة كيفاش بالله عليك واحد نقصه كفاءة وكي قريلك حاليا في الجامعات المغربية فابور واش الوقت اللي كنقري فابور كنكون كفأ والوقت اللي غادي نقري بالفلوس ما غا نبقاش كفأ واش في نظارك انت منيك تجيك تقول لا خاصني واحد العدد محدد دي اللي زغتيك بالنسبة للدكتورات العلمية انت ساد دليلي لأبوغات واخ مع العلم أنا ممكن أنكم تسولوا لفاكولتا كاملين بأنها سادة الباب في وجه التكاثر من بعد ما كنحصل على شهادة الدكتورة فهي كتسد عليا الباب ما كتبقاش ديك الجامعة تتلزمني لأن ما كيبقاش عندي الحق أنني ندخل ندير فيها البحث العلمي واش هاد الشيء الحرام هاد الشيء ما خصشو يتسكت عليه لأن هاد الدكتورة هذا خسرت عليه الدولة فوق القياس باش توصلوا أنه ياخد شهادة الدكتورة والآسف كيتواجه بأنه كيواللي غير نافع والدليل هي البريود اللي كان ديال كورونا في كورونا ملقيناش ناس اللي ممكن أنه يديروا البحث العلمي ويفكوا المشكيل بقينا مربعين يدينا وكنساينوا الدول الأجنبية أنها تلقى لنا الحل وانتا سادة على الدكاترة من جهتي أنا حامل الشهادة الدكتورة بيولوجيا تصلت مجموعة من اللابو اللي كينين في الفاكويلدي باش تحنا نشاركوا في هذا البحث وكنت يقول لك أنت دكتور ما قلت سنسجل في اللابو انتا تسدع لك الباب راحنا نماشي جينا ودرنا إضراب عن الطعام راح درنا إضراب عن الطعام حي تتخذ الحق ديالنا في تشغيل واتخذ الحق ديالنا في البحث العلمي واتخذ الحق ديالنا حتى أننا نعبروه على الرأي ديالنا وبكثر من هادشي شدو هادشي هذا كامل وهذا كالفلوس كامل اللي تخسرت علينا ولاحوها بحال البرامج العادي دلي كتدير هاددولة وكتبو بالفاشل حتى هاد المشروع ديالدوكتور بووطوه الفاشل مرين سديتوا عليه البيبان فانتو مرا كتبينو وكتبرهنو للناس كاملين بالله هاد دولة هاده ما قداش تحمل المسؤوليات دياله خاصكم اليوم تشوفوا حل خاص المسؤولين يقلبوا على حل ما تقولوش بالله هاد القضية هاده ما كتلزمناش او لا حكومة ديالبركيران هي اللي اخضط القرار بعدم التوظيف المباشر ومنعرف شنو فانتو مجيتو كنضم بلا القرارات ديال هاد الحزب فهذا اللي هو في الاغلبية حاليا حزب تجمع الوطني للأحرار كان ديما ضد القرارات ديال العدلة والتنمية انتو ممتفقين ما العدلة والتنمية غابش تكرفسوا الدكتور لقاولوا حل ما خاصكمش تخباوا خاصكم تواجهوا هاد المشكل هاده اللي انتو ما عايشين فيه كنشكروا الحقوقيين اللي كانوا متواجدين معانا اليوم كنشكروهم على الدعم والمؤاظرة ديالهم لانا على الاقل كنقولو كبما صرحت قبيلة بانا كنلقوا على الاقل كنين اولاد الناس باقين شوية هما والصحافة الحرة اللي بقى قادرة انها تواجه وتجي باقونت كنين عديد من المنابر الاعلامية بالرغم اننا وجهنا لهم الدعوة انهم يحضروا معانا وانهم يصرخوا كما كانت تحتشعار هاد الندوة هاده هي صرخة الدكتور اليوم صرخة الدكتور بالدم دياله بالعرق دياله بالروح دياله لانه صافي مبقاش قد بغيته تقتله بغيته تسده عليها هو غد يموت وغد يتهنه منه ولكن غد تقاوس متعارة الجابين ديال المغاربة كاملين شكرا على المشاهدة اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك مرحبا بك